شابة متزوجة زارت أهلها في المساء بشكل طبيعي لم يبدو عليها أي حالة مشاكل في حياتها الزوجية عادت إلى بيتها بنفس اليوم بالليل يتصل زوجها بأهلها حتى يبلغهم أنه بيتكم انتحرت بإطلاقها نارية في منطقة الرأس من سلاح الزوج نفسه بحسب رواية أهل الضحية طبعاً بحسب والدها ووالدتها تحدثوا أيضاً أنه الزوج منعهم من الدخول حتى لمشاهدة الحادث وأنه تحدثوا أيضاً ما تم استدعاء الأدلة الجنائية فهل معقول أنه اليوم في جريمة مثل هذه عين دور الأدلة الجنائية إذن لتفاصيل أكثر مراسلنا وليد الصالحي من كربلا زار هذه العائلة وعائلة الضحية وتحدث معهم عن ما حصل لابنتهم اللي قتلت قبل أيام خلونا نشوف نعم مازن جريمة تهز محافظة كربلا يعني أمرأة قتلت على يد زوجها أو شابة قتلت على يد زوجها بحسب أهلها يعني راح أخلي اختصر القضية وخلي والدة الضحية تتحدث شن اللي صار شن اللي جرى السلام عليكم حجية بقى بحياتك حجية شرحيلي بالمختصر شن اللي صار والله بنتي كانت ذاك اليوم يوم يوم الثنين العصور بسيرة علي وجدتي هي واطفالها تعليلت يمي للعشر متل كل مرة احنا نجيبها أبوه يجيبها بالخمسة العصر ونوديها بالعشرة من اللي قالت يوموا ودوني كل شي ما بيها بعد ما وديتوها بعد ما وديناها وصلناها للباب دقت الباب فتحولها عيالها الباب طبت هي واطفالها رجعنا للبيت كل شي ماكو طبيعية كل شي ماكو رجعنا لبيتني باثنعش بالليل خابرني زوجها زوجها قال اهلي حقو فاطمة انتحرت ليش انتحرت قلت لأي اموت الصدق تحشلو تشذب قال لا ليش انتحرت اخو انا ما سمعت من الشدها ما سمعت اللي اختها سمعت هي مضروبة طلقة قالت قايل طلقة براس السلاح اللي انضربت بيه مال مالتا هو هو مالتا هو سلاحة سلاحة دولة اي بليد هو يداوم بالاستخبارات العسكرية بكربلة ضابط ضابط رائد برتبة رائد اهه اي برتبة رائد بس بالتوقيف هو بالتوقيف هو يدعي انه انتحرت بس لا هو قاتل هو قاتل ايتي ما تعرف لا للسلاح شن الدليل هو قاتل كل شي ما بيها الانسان من ينتحر غير يوصل الى درجة ياسعد دفشي قايف من في الشي مسوول كل شي ما عاد هالطل زين اطلعتوا ع التحقيق اللي جاري حاليا احنا مخلي المحامي ودعي نشوفه ما عاد ربعات والله انا ما عاد مو اكو تضيق عليكم انا والله اللي شفته حتى ما خلوني اطب البتي ينقلولي البتي من تحر جوا بالبيت مكتولة ما خلوني الشرطة اطب بس بس اخواني ابوه جوا اخواني جوا هو جوا ما خلوني اطب لا اني ولا ابوها ما خلوني ما خلوني اطب ايه ما خلوني هددكم ورا الجريمة لا متعاركوا ياكم سماعت بس يستعجلوني متعاركوا يانا عش وقت يعني ها 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 شون ها بالموقع بالموقع موقع الجريمة من احنا شفنا بيتنا بها الحالة ابوها قال لي انت كتلتها قام يفشر ويغرط حتى يعني اقول الحجل قال ايه لو لا ايه اي طيب اشتر دين حجيش تناشدين عبر كاميرا التغيير ناشد الكاظمي وناشد سيد مقتداء وناشد فاق زيدان وكل شريف هنا بهذا الوضع اريد يطلع لحق بتي بتي مظلومة بتي مظلومة كل شماعتها اريد يطلع حقها من هذا الظالم من هذا الظالم اريد احنا ناس فقرة انا الله الله يصبرك طبعا وياي ايضا والد الضحية السلام عليكم الحجي البقاء بحياتك الحجينا شنو عندك تريد تقوله عبر شاشة التغيير حبيبي هو هذا اولا متنفذ ويعمل باحد الاجهزة الامنية وعنده المام بالجرائم وبالانتزاع الأدلة الأدلة من المجرمين ويعرف خبرة عدة بالأدلة الجنائية ويقدر يسوي جريمة ويخفي معالمها بكل سهولة هايني و ومن قتلها ادعى انه انتحرت خابرنا سلاح 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 الدولة سلاح الدولة سلاح الدولة ومن قتلها انتصل بنا قالوا فاطمة انتحرت وسده وانتصل بأخوة اثنينهم وانتصل بأمها وبعدين من وصلنا باوعنا في الوضعية مريبة شن سيارات شرطة شن مدنيين تارسين البيت أخوه تجوه أبوه جوه أهله جوه ردنا نطب ما خلوه ننطب طريقة اخراج الجسة غير تيجي أدلة الجنائية يجون الجرائم يأخذون كشف دلالة الموقع الحادث ومسرح الجريمة وساحلين الجسة نطلعيها من الغرفة شيح دنب الصالة اللي هي من الغرفة ساحليها ما ساتريها الأطفال واميهم بعديا يعني شون يشيلوا بسيارة شرطة غير تيجي سيارة أصحاف تيجي أدلة الجنائية يأخذون بصمات يأخذون تحقيق يصورون مكان الحادث يصورون الجسة كل شماكو كل شماكو يعني شغلا شون المدبرة مدبرة واخذوه رحول المستشفى حتى بالمستشفى دخلوها للنعاش ما قلونا نطب هو جوه أخوه جوه أصدقاء جوه ولد ولد واقف يمه قل لي خالة حد جي يا بنده ولا ما أدره والله أنا بندهولة قال خالة بنتي يمنى لو يسرى قلت للا بنتي من ناوية قال لي خالة مضروغني اليسرى مضروغني اليسرى مضروغة بنتي شبني اليسرى براسة نعم مازن مثل ما استمعت وشاهدت حديث والد ووالدة الضحية يعني يشككون بالروايات التي تقول أن الشابة انتحرت لكن عائلة الضحية تقول أن الشابة قتلت في المنزل من قبل زوجها يعني نحن كبرنامج لوكيشن وقناة تغيير لا نتبنى أي رأي وحق الرد مكفول للطرف الآخر